العلاقة بين القاهرة والرياض زادت رسوخا في عهد رئيس السيسي وترجمت هذه العلاقة في زيارات واتصالات متبادلة بين مسؤولي البلدين دائما ما تسعى القيادة السياسية إلى تعزيز علاقاتها بمحيطها العربي فمنذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد وهو يسعى لتنمية تلك العلاقات ولعل العلاقات المصرية السعودية خير دليل على ذلك العلاقة ما بين القاهرة والرياض زادت رسوخا في عهد الرئيس السيسي وترجمت في زيارات واتصالات متبادلة ما بين مسؤولي البلدين فدائما ما تجد مواقف مصر والسعودية متوافقة في كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات انطلاقا من فرضية أساسية تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وكون مصر والسعودية قضي الوطن العربي والإسلامي لذا يقع على عاتقهما العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتضلع إليها الشعوب العربية ففي المرحلة التي مر بها مصر منذ تولي الرئيس السيسي وقفت المملكة العربية السعودية بجانب القاهرة حتى تمكنت من استعادة قوتها إلى جانب وقوف مصر بجانب المملكة في تصديها للتهديدات الإرهابية ودائما تعرب مصر عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخصيصة وتؤكد على الارتباط الوثيق ما بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين الرئيس السيسي وضع الخطوط الواضحة لتعزيز العلاقات المصرية السعودية لتتوالى الزيارات المتبادلة ما بين قيادات البلدين مع تولي الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم وولي عهده الأمير محمد بن سلمان